اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تنسوا لايك اشتركوا لدينا اشتراك وتعليق وتعليق فقط تتعلم الفائدة و شكرا لكم على المشاهدة و دعوكم مع الفيديو شكرا لكم اشتركوا في القناة لا اشتركوا في الأشياء لا اشتركوا في القناة كل شخص لدي عن الشانطة اعتقد ان قد اعتقد بشيء للصيف ان يكونون كثيرة ايضا لعين الشورطات و امريكا فقط اعتقد ان تكون لده ما يكون فيه وكيف أن نقوم بشيء و ن треб بالتصوير تأتي بتزلي التصوير مشيئ سهلة يجعل لديه او لديه بجوجه يكون عندهم غير شط فقط وعادة لما هنا يفضل بلاستيك لتغياء البنات فهمت الماء كانت بيشان و لدهم و يبقى لديه و كانت منصهم عصير و سميته و يبقوا البنات مزيرين اما البنيتات هل يكون الحويجات يكونوا الكثير يكونوا الشرطات والبيرميات يكون الحويج كثيراً مثل البنتي يجمعها في الميوات وكيلوطات وحسب يجيب أي شيء الشانطة الموين والشانطة الكبيرة نقسم نقسمها كهزولية ونقسمها كمية الحويج ويأتي من الضمين ونقسمها 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 لتعلم ونقسمها 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 والصدر كان يوجد وحسب يجمعها يجمعها من هذا الجمعة والسبت والحد هكذا يعني كان باتوا فيه يومين يعني ضروري الحويج انا ضروري كان هاد العام ان شاء الله هدرت قلت حاولت ندل لولادي كل واحد والساكادو ديالي ولي هزو سيغتوتي يكون ساكادو اخرتا يعني الساك اللي كان هز فيه حويجي انا وزوجيالي وعندها تخرب يقل ديالي الماكلة ودك شي يعني اذا كشي شفضلت كل واحد كان ديالي ساكو كان ديالي الكالسون ديالي وعلى الاقل كان ديالي ثلاثة اللبسات لبسه باش يخرج من هنا او لبسه يعني يجوج لبسات في الباطو و لبسه مني كدغونها بطو كتخافة كان قلية لا يردو الله يسير ولا مهم يعني دائما كان دير حتيات ديالي الحويج اللهم ما تنقول الحويج يكونوا بالزايد ولا يكونوا ناقصين وبالنسبة هذا الفوطات هادو زوين هذا الميكروفير يجيون القاقين في السميتون وهم اللي هزيتهم في الحقيقة صافي وكنحط لهم لباسكت لكي بغوي لبسهم يعني كل واحد ديالي سويكو بكل شي ليه غتشوفهم معي مثل هذا الولدي الكيبر كيف كتشوفوا يعني لبسة ديال انه مني نهبط من الباطو لبسه مني نكونو شادين طريق و لبسه في الباطو هكا حتي ديجا عندي انا غير تقريبا ستتسوية ديال الطريق باش توصل لباطو فقط ووادي كذلك حتى هو يعني ضروري كنديل لهم كل واحد الي بسدي ولو هذا الكيبر لبنته احتي ايا كنحاول نضيليها بالزايد ضروري يعني لكي لوط هكا لبسه باش اخدام لبسه و ضروري لبنات ضروري لبسه يجب أن تكون سخونة لأنه يكون بارد في الحقيقة الباطوك يجب أن يكون الكليب وبعد المرات تريد أن تخرج الوقت تريد أن تخرج كدروري شيئا سخونة لأنه ستعرف البحرات بارد والكيلوطات بالزايد ستعرف كما هي وكما يجب أن تكون تتخاف الطيئة كيف قلت لكم يطيحون الحواجهم لأنهم يردوا لا شيئا يجب أن تصغر فقط كيف تشوفوا حتى يدرت لها الكسي وهكا ومعرفنا شيئا بعد ذلك نشتاق يعني لا نقول لكم الشانت ما الذي سوف نكون في البلد نحل الوقت سوف نكون في المغرب كان نوجد هكا ونجعلهم هكا على جنب نكون هنا في المغرب سوف نطلق لكم فيديوهات لكي تتعرفوا معي لديك شيئا تدريجي بإذن الله وسوف نشارك معكم حتى المشتريات باسكيت بإذن الله خليكم مع الفيديو ترجمة نانسي قنقر كيف تبعز ومنسبة لبناء الباسكيت كيف تشوفوا معي صراحة مشينا في السولد كانوا واحد السولد يغزي من نهار الأول لم أجدد كيف نحط لكم المهم كانوا ديلين واحد السولد كيف تشوفوا معي هذا التامل يجب أن يكون نقص فيه 50% يعني الباسكات كانت صدق في عوضة تأخذها 32 أورو وكانت تأخذها 17 أورو سوف ترى هذه الولدة الصغيرة صراحة واعرين وعرين شيء واعرى هذه الولدة الكبيرة أخذتها بحق حساب الغندخي و أخذت لي واحدة أخرى على حساب التامل كانت تسعده 50 أورو أنا أخذت عليها 25 أورو يعني ديجا هي 85 أورو و ناقصين من خلوة تسعده 50 أورو أنا أخذتها 25 أورو كوشي حاجة هذي الإيرماكس حتى الألوان فيها صراحة حوارين شيء حاجة غزالة في الحقيقة المهم خديت لكل واحدة وحدة وحدة راديجا مشاركة معكم أنا البنتي كانت ديك الساعة خيدة لها باسكت أخرى ومن المشيت لقيت هذا الباسكت عجباتني ستشوفها معي وهذه الزوجة هي نفس الطريقة المهم كانت بقيت كانت بقيت 63 أورو أو 64 أورو معاقلش بالضغط حيث الكراتر كل شيء يحتمل بها و كانت بقيت باستين أورو و نقصات باستين أورو و نقصات باستين أورو المهم كانت تمنذيجا هي لتتعين أورو و هذه البنات أخذتها باستة أورو و شوف كيف يديرها واعرة و حتى الألوان فيها ماشاء الله غزالين كيف كتشوفوا يعني اش حاجة واعرة باستة أورو و أنا منعشاق الماركة نايك لأنه لا كالتي ديالة واعرة و كانت تصبرها البنات كانت تبقى غزالة هذه حتايا اخذتها الولدة باستة أورو يعني كانت تقدير جاية الستة أورو وبقيت باستة أورو و بقيت باستة أورو المهم كانت داروا ذاكي 50% سيبليمونت يغني زيدة فوق القياس وهنا هذي المجازة ديال شوز إكسبو مهم الإضاءة عندي شوية مجاهدة هذه بشوز إكسبو حذية هنا في المدينة تم داروا صلد واعر يعني لو نسيت موريتكم مش بزاف الحواج كنت تخذيتم من عندهم مهم كانوا ديالين 70% هذه كانت تقدير 15 اخذتها أنا باستة أورو نص كانت تقدير 15 أورو و كانت تقدير 15 أورو و انطبيت الحال باستة أورو باستة أورو باستة أورو و أخذت هذه النيتلي كذلك فنة كانت تقدير 25 أورو كلها إلاستيك واعرة في لبستة مريحة تقدير 16 أورو نص أو 7 أورو مهم هكا بعض الأشياء اللي شاركتهم معاكم ما نسيتم مشاركتش كل شيء صراحة كانوا عندي بزرد باستة أورو ولكن محليتهم لم أبقيتش درتهم وهذا السبيب هكا جاب حلش كل دام اللقال خذتهم بش 5 أورو يعني أتمينا صراحة مناسبة منسبة للسلد اللي بغي يأخذ في الحقيقة يأخذ هكا يا أشياء اللي بساطين في اللقال كانوا اشعام كانوا فاسلت خذت منها شحويج ولكن لم أشاركتم معاكم هكا نشارك معاكم هكا اللي بأتمين صراحة مناسبة بحالة الكاسكيت خذتهم 1 ب4 أورو 1 ب3 أورو وهذا من لألحة هواية خذتهم ب4 أورو هذا الباسكيت خذتها لولدي شوف كيف تأتي بالنبادة اللون هكا كجات ب4 أورو يعني كيف نقوله أشياء بساطين كهكا كنصدفهم كناخدهم صراحة فنين فقط هاتشي اللي كاين شاركت معاكم بعض الأشياء اللي بساطة صراحة ما شاركش كل شي وهد المكسنية للزوجية اللي حتى واخده من 12 أورو هدا حتى هو يعني تلقى اللي تدية الواعرة وافجة في الفودة هكا جزوين فقط إن شاء الله نتمنى أن هذا الفيديو يكون خفيف ضريف عليكم إن شاء الله وشاركت معاكم هاتشي البساط بإذن الله إن شاء الله غيكونوا في فيديوات أخرين إن شاء الله بنورات شلي غيكون في إن شاء الله استعدادة المغرب إن شاء الله ومشيوا ويكونوا إن شاء الله فيديوات زوينين بإذن الله نتمنى أن هذا الفيديو نلعجب عليكم إن شاء الله وتكونوا استفدتم معايا وتنقول لكم شكرا لكم على المشاهدة إن شاء الله وإلى فيديو آخر مع السلامة